في حديث شريف بيقول لي أمكم أقرأكم لكتاب الله عز وجل فإن كنتم في القراءة سواء فليأمكم أعلمكم بالسنة فإن كنتم في السنة سواء فليأمكم أقدمكم هجرة فإن كنتم في الهجرة سواء فليأمكم أكبركم في السنة وهو فؤاة حدد بقول له أنت الإمام الكبير وأصلنا الجامع وأنت اللي نقبل نصلي وراك في الجامع بسيط يا مولاي والدحكة في صدرك أوت فقير يا مولاي ورزقنا حرير ويقوت ونشيد عشان الأرض ودعوة للي يموت وخريطة لفلسطين وكم للدامع وأنت الإمام الكبير وأصلين الجامع وأنت اللي نقبل نصلي وراك في الجامع أنت مدح الشعر بمدح سيرة الشاعر واشهد بأن الصبور العارف الطاهر الصاحي صهران ونايم نومة الساهر على حرف ورقه بنصل يمص دمه الحر دقق في بيت تلقى تحته ميت وريد بيشر اتبع خطة دم تلقى الجرح لونه يسر فؤاد ما قالش في يوم المر ماله مر متبوع وليه تابعين عمره مكان تابع وأنت الإمام الكبير وأصلنا الجامع وحق من جاله يحب النبع في صحراه والنهر غير عشانه لهجته ومجراه وحق أحلى لقال وطني وشد الآ وحق أحلى اللي حبوه رفقته وصحباه من شد شرايينه ركبت على العصب أوطار من دمع عينه انسأت في كفنا الوردة وحق من أثبت إن السجن فيه أحرار دول أربعين ضلع ولا أربعين جلدة اللي طلع عالجبل يؤطف ظهور النار ويرشاعة العباد في الحارة والشارع وانت الإمام الكبير وأصلنا الجامع وانت اللي نقبل نصلي وراك في الجامع ترجمة نانسي قنقر